اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في الوش وفي الظهر ما بتبقاش مثلا وش بس ودي حلوة برضو كمان انا اخترت الالوان حاجة تمشي كده مع الركنة بتحتي وان شاء الله الفيديو الجاي هنفرش الحاجات دي مع بعض ونشوف شكلها هيبقى ايه وكمان هاخد رأيكم فيها تاني حاجة جبتها هو القماش ده هو القماش الخيامية انا جايبها منه 2 متر فبرو هنفرشه مع بعض الخامة دي عجبتني لان فيه خامات تانية بتبقى خف كده وبتبقى خشنة بس الخامة دي كانت كويسة كانت عاملة تقريبا كده الاربع متر 138 انا جبت اتنين متر بس وان شاء الله نفرشه مع بعض ونشوفه جبت بقى اللي هو فنانيز ده اللي هو الشيخ ده طبعا طبق كده بتحط المكسرات بقى البلح الحاجات دي بتحط كده بيبقى شكله حلو هو كمان قلنا بقى الاستفادة يعني بقى شكله مضمون يعني كمان جبت الشموع دي هي الشموع اللي هي الالكترونية دي طبعا هي بتنور كده بالحجار هي انا جبت المقاسات دي في بيبقى في مقاسات اكبر بس انا جبت المقاس ده بحيس ان هو يدخل معي بقى في فوانيس بتحتي كان الواحد بعشر جنيه هجبت الاربع باربعين جنيه انا ماعرفش بصراحة الاسعار دي يعني شالي الحاجات دي اونلاين فقولولي الاسعار دي كويسة ولا انا بتحق علي ولا ايه بالضبط كمان عندي عقد النور ده والزينة دي بصراحة دول عندي من السنة اللي فاتت بس انا برضو قلت ان انا صورهم معاكوا حاجات بقى تبسطنا يعني ونحافظ على حاجتنا بقى علشان خاطر كل سنة نجيب حاجة جديدة عليها ويبقى عندنا بقى حاجات كتير كده نبسط بيها ويبقى فيه ذكريات حلوة لينا ولولادنا على اقل بقى لم يجبروا ويفتكروا بقى الايام الحلوة دي ويفتكروا احنا كنا بنعمل ايه في رمضان كمان الزينة دي حلوة عجبتني ان هي بقى فيها بقار وفيها بقى فانانيس وفيها شخصيات كده كتير وهي كمان البلاستيك بتاعها والخمة بتاعتها ورق حلوة كده يعني شكلها حلوة كده بسيطة كمان فيه اللي هو ده اللي هو قماش خيامية برضو بس نقبلنا الحبل هنا بيبقى كده شوية قماش فيه تانية بتبقى الحبل كده خفيف بس دي كانت اقوى وشكلها احلى حتى لما بتتعلق جبت كمان شريط اللد ده انا جاي بقى صغير وقلت هجربه الاول ولو كويس هجيب بقى الكبير ولكن لازم ادلع نفسي بقى انا هحطه في المطبخ وهجرب معاكم هنفرش المطبخ مع بعض ونشوف شكله ايه في الفيديو الجاي ان شاء الله كمان جبت الطاجن ده انا بحب الاكل في الطاجن جدا وطعمه ويبقى طعم مختلف يعني غير اي حاجة بنطبخ فيها فكمان كان شكله حلو اه طاجن حلو وصحي يعني كمان في الاكل هنجربه برضو مع بعض ان شاء الله كمان جبت الشفشة ده اللي عاجبني فيه بقى ان هو صغير كده انا مش محتاجة حاجة كبيرة انا كنت كان عندي بقى فيه حاجات كبيرة بس انا كنت عايز حاجة صغيرة بحيث احطها في التلاجة وكده تدخل معي في التلاجة فكان حلو قوي كمان جبت البخور ده اسمه انسام الاندلس جميل جدا ده انا كنت شريه وحطه في الشنطة فعلا خلي ريحة الشنطة كده جميلة قوي وريحتها حلوة قوي فلزيز جدا انو هنجربه برضو مع بعض وقولكوا رأي فيه بعد بس كده ده كل الفيديو كل المشتريات ياريت يا جماعة لو عجبكم الفيديو متنسونيش باللايك وبالاشتراك وكل سنة وانتو طيبين ورمضان كريم ورمضان سعيد علينا وعليكم ان شاء الله